وبعد التصريحات الصحفية التي تكون في المنطقة المختلطة ويقوم بها سفراء الدول المعنية التي قامت بهذا الاجتماع وأيضا هناك ما يسمى بسبيكر الخاص بمجلس الأمن الذي تحدث باقتضاب وتصريحات كان فيها فقط أنه هناك تم تقديم إحاطات من السيد ممثل المينورسو في الصحراء المغربية أو حتى من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الشخصية ستفان ديمستورا سيد مع العينين يعني اليوم نحن بغض النظر عن هذه الاجتماعات مغلقة أم علنية نحن في مرحلة تاريخية للقضية الوطنية وما مهد لهذه المحطة التاريخية ربما أن هناك إجماع من المنتظم الدولي ولكن ما يهمنا اليوم هو المرحلة العملية المقبلة التي تتمثل بجولة ديمستورا الثانية كيف تتوقع هذه الجولة؟ ستكون جولة مهمة جدا لأنه هذا هو بداية عمله حقيقة الجولة اللي فاتت هي كانت تعارف تعارف مع الجهاد مع هذا لكن الآن سيأتي بعدما السمع له بجلس الأمن بعدما تداول في مجلس الأمن هذا الرأي مع أعضاء مجلس الأمن فسيأتي بأفكار لا شك مركزة مبنية ليست فقط على دراسة الملف بل الخوض في الملف مباشرة مع الأعضاء المعنيين بالأمر اللي هم أعضاء مجلس الأمن أنتم تعلمون أنه لما تكون هناك قضية مطروحة على مجلس الأمن تنتهي فيها المناقشة في أي جهة أخرى سواء في الأمم المتحدة سواء في جمعية العامة لما يكون ملف موضوع على مجلس الأمن تنتهي المذاكرات فيه فهو تذاكر مع مجلس الأمن وبالتالي سيقوم بما يوكله له مجلس الأمن فهو مبعوث الأمن العام لكن يقدم الحاطات لمجلس الأمن وللأمن العام وبالتالي الجولة المقبلة لديمستورا ستكون مهمة جدا ما تساءل عنه هو الموقف الذي اتخذته الجزائر واتخذه الانفصاليون المحميون والمدفوعون من الجزائر الذين سبقوا أن عبروا أنهم يقاطعون الاجتماعات التي يدعو لها مجلس الأمن التي تدعو لها التوصية 26-0-2 والجزائر استبقت تعيين ديمستورا وين وافقت على تعيينه ببلاغ إلى الأمين العام بأنها لن تشارك في المواد المستدر فالمواد المستديرة هي عمق توصية 26-0-2 لأنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق متوافق بشأنه إلا في إطار حوار وهذا الحوار لا بد أن يكون في مواد المستديرة